وأسألك في البداية متفاعل النهاردة ولا حاسس أنه مطش الجزائر استمرار لسلسلة إثيوبيا وغينيا وتونس وزنبيا أهلا بك أحمد طبعا أنت عارف دايما بأسعيد معك طبعا على شاشة قناة نادينا الحبيبي عن نادي الأهلي يعني التفاعل دايما موجود أنا دايما الحمد لله متفاعل ومتفاعل دايما أن يكون عندنا أداء أفضل الحمد لله النتائج على مستوى النتائج منتخب مصر يعني 9 من 10 يعني 9 ونص من 10 يعني كاسبين كل العالم الكاملة في كل المباريات مع عدم مبارات تونس تقريبا لكن على المستوى التأهل لأفريقيا الحمد لله تأهلت تصفات كاسبا على مستوى الأداء؟ على مستوى الأداء هي المشكلة بس يعني هي هو ده اللي لسه لسه فيه أزمة وفيه مشكلة شوية نفسية لكن أنا سعيد أنه رغم الانتقادات اللي موجودة يعني إعلاميا أو حتى على مستوى جماهير الكرة في مصر الناس ما عندهاش النقد اللازع اللي كنا بنشوفه قبل كده ممكن النتائج تكون مطمنة الناس لكن الأداء لسه الأداء لسه ما فيهوش اللي يطمنك بشكل كبير خاصة أن أنت لسه ما جيتش منتخبات كبيرة يعني باستثناء تونس أعتقد ما كانش عندك حتى زنبيا أعتقد أنها يعني صحيح منتخبات اللي ممكن نصنفها في التصديف التاني ما كانش أداءك بشكل جيد أو مرضي بشكل كبير صحيح فيه استحواز لكن فيه أخطاء كتيرة ما كانش فيه تحولات هجومية كبيرة ما كانش فيه خطورة على مرمزانبيا بشكل كبير حتى الفرص الأقلية اللي رحنا بيها ما كانش فيه استغلال بشكل كبير لها كنت لسه بقولك في الفصل أنه اللعب بشكل فردي ودي حاجة ما تطمنش بشكل كبير المنتخبات الكبيرة اللي حنواجهها إن شاء الله يعني بعد إن شاء الله لما نتخطى دور الدور الأول اللي هنلعب فيه دور المجموعات ده منتخبات كبيرة وأداءها راقي جدا وفيه جماعية بشكل كبير وفيه خطورة بشكل كبير فأعتقد أن لازم مستر فيتوريا يكون عنده استقرار على التشكيل يعني بداية من مباراة الجزائر ويكون فيه طريقة لعبة معينة هو بيفكر هيلعب إزاي لأن أنا مش شايف هي شكل لمنتخب مصر أو طريقة أداء لمنتخب مصر حتى يعني أنا حتى في أيام مستر كوبر مثلا لما كنا ناس بتتدايق أو بتتكلم في إنه طريقة دفاعية لكن فيه شكل بتلعب به أنت بتلعب بطريقة دفاعية لكن بتلعب على صلاح مثلا أو بتلعب على هجمة المرتدة لكن الفترة دي صحيح بتحقق النتائج لكن ما فيه شكل معين أنا قادر أحط إيدي عليه لمنتخب مصر ما فيه شكل النواحي الخططية بتلعب من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال أو من العمق ما فيه شكل كرة جماعية بتلعب بيها ده مش نقضي سلبي لكن أنا مش قادر فعلا أحط إيدي على طريقة لعب لمنتخب مصر ممكن تطمنها طب قادر تحط إيديك على أي حاجة طبعا في بعض التفارات يعني أنا شايف فيه مثلا سبع لعبين مثلا في منتخب مصر خلاص أعتقد ميستر كوب ميستر فيتوريا خلاص بشكل كبير حط إيده عليه